موسيقى موسيقى اسم القاب والابن والرح القدس الواحد أمين النهاردة الكنيسة بتحتفل في يوم 27 مبابة بتذكر استشهاد القديس مقريوس أسقف إدكو الشخصية ده معروفة جداً في تاريخ الكنيسة إنها من الشخصيات اللي كانت شريكة في جهاد البابا ديسكوروس حامل إيمان بطل الأرثوزوكسية ولما نقول البابا ديسكوروس بطل الأرثوزوكسية يبقى إحنا كده بنشير إلى الإيمان الأرثوزوكسي اللي حفظه البابا ديسكوروس لتسلموا من البابا أسانسيوس فالبابا كورولوس علشان يوصل لنا لحد دلوقتي في الحقيقة الملحوظة اللي احنا لازم نبقى فاهمينها كويس أوي إن البابا ديسكوروس هو وأسقفة الأسكندرية اللي منهم القديس مقريوس إسقف إدكو تعرضوا في مجمع خلق دونيا لضغوط شديدة عشان يتنازلوا عن بعض التعبيرات البسيطة يقبلوا تعبيرات صغيرة كده هو لكن ده السعالب الصغيرة المفسدة للكروم البابا ديسكوروس وأسقفة الأسكندرية في الوقت ده رفضوا إن هما يخضعوا لأي تهديد أو أي اضطهاد أو أي وعيد ولا يتخلوا عن حرف واحد من الأمانة الأرثوذكسية القديس مقريوس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده كان شريك للبابا ديسكوروس وتنفى معاه وبعد كده ذهب إلى الإسكندرية علشان يثبت الشعب في الوقت ده ونال إكليل الشهادة في مدينة الإسكندرية الأباء دول ياريت وإحنا بنسمع سيرتهم نبقى وعيين جدا لأولادنا وبناتنا ونبقى أمنا في إن احنا نوصل الإيمان الأسوذكسي بأمانة مستقيمة زي ما عمل هؤلاء الأباء في سيرة القديس مقريوس إسكو في إدكو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة في عبارة جميلة جدا هنقف عندها لحظة إن هو تاجر بالوزنة وربح التعبير ده بيتقال دايما عن الأباء اللي جاهدوا في حفظ الإيمان وبعد كده قدموا حياتهم كلها في حفظهم للإيمان عشان كده هنلاقي مباشرة في قراءات النهاردة هنلاقي في حاجتين مهمين أو هنلاقي أول ملحوظا لقيها في مزمور الأداس طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس مزمور الأول اللي احنا بنصليه أول المزمير في صلاة باكر كأن الكنيسة بتقول لنا كده خلي بالك أديك في أول يومك وفي أول آية بتصليها من المزمير خلي بالك طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين مشورة المنافقين إنك تتهاون علشان أي حاجة تخدعك وتخليك تتساهل في قبول إيمان غريب أو عقيدة غريبة أو تتخلى عن كنيستك وتقول أهو كلنا في المسيح وتقول أهو كلنا بنعبة ربنا إلهنا واضح وصريح إلهنا اللي احنا نعرفه ونعبده لابد أن نعبده باستقامة قلب بعيدا عن مشورة المنافقين بعيدا عن طريق الخطاة وبعيدا عن مجلس المستهزئين التوقف التاني في القراءات هنلاقيه عايزين نقف عند إنجيل عشية شوية كده ليه؟ لأن ده اللي فيه من تاجروا بالوزنات وربحوا في إنجيل متى أصحاح 25 يقول لنا كده وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة كل واحد على قدر طاقته وسفر للوقت ربنا بيأتمننا بيأتمننا على أولادنا وبناتنا بيأتمننا على تعليم سليم بيأتمننا على كرازة سليمة بيأتمننا على بيته على كنيسته بيأتمننا على بيته اللي هو أولادنا وبناتنا وبيوتنا وكل اللي لينا يا ترى هنبقى أمناء على هذي الوزنات ولا لأ يقول لنا كده إنجيل متى أصحاح 25 بعد ما كل واحد تاجر بالوزنات بتاعته بعد كده بعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد الزمان الطويل ده سعاد بيخلينا يعني نتناسى إن فيه حساب يقول لنا كده بعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائلاً يا سيد خمس وزنات سلمتني هوزى خمس وزنات أخر ربحتها فوقها فقال له سيده نعماً أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك نفس الكلام حصل مع اللي أخذ الوزنتين واللي أخذ الوزنة الوحدة كان مصيره في النار حيث البكاء وصرير الأسنان حيث الدودة لازلة يموت تعبير حلو قوي يتقال يا ريت يبقى لنا نصيب فيه إن كل واحد فينا يبقى تاجرة بالوزنة وربح يربح إيه بقى؟ يربح إكليل الحياة يربح حياته يقتني حياته حياته في الأبدية الحياة الرائعة حياة المد حياة التكلل حياة الفرح اللي مفيش ألام توازيها وزي ما قال بوليس الرسول إن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا تعالوا نشوف بوليس الرائع ده بوليس الرسول اللي تاجر وربح بوازنات كثيرة بيقول إيه في رسالة العبرانين في قراءة البوليس بتاع النهاردة في عبرانين 11 الإصحاح المشهور بأنه هو إصحاح أبطال الإيمان اتكلم عن إبراهيم وإصحاك ويعقوب وموسى ويوسف وجي بعدين في الآخر خالص راح قيل إيه بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجسوسين بسلام إيه ده؟ أصلي فيه فرق بين الهلاك وبين النجاح فيه فرق بين الحياة وبين الموت فيه فرق بين الإنسان ينجو وإنسان يهلك اللي اقتنت حياتها واشترت حياتها ديه كانت مين؟ رحاب الزانية يا بوليس تفضل تقول على رحاب إنها زانية إيه ده؟ تفضل تقول عليها زانية؟ يعني ملقتش الصفة تانية توصفها بيها؟ لا يوصفها بإنها زانية بس قبلت الجسوسين بسلام محطة اتكالها ورجعها في ربنا الذي يبرر الفاجر وقدمت إيمان عظيم استحقت به إنها تبقى كارزة لكل نفس عيشة في الخطية وتتمنى أو تتشوق أو ترغب أو تريد إنها ترجع وتتوب العصاح كانوا خطاه والزانية خطية الاتنين خطاه لكن العصاح هلكوا والزانية نجت وما هلكتش معهم ليه؟ لأن هي حطت رجائها في إله الحياة الأبدية حطت رجائها في ربنا اللي يعطي حياة أبدية طريق الحياة الأبدية ده طريق الحياة ده بيبتدي على الأرض بيبتدي من هنا بيبتدي من إننا نستعد ليه؟ نتاجر بالوزنات نتاجر صحة بالوزنات نتاجر ونربح في الوزنات إزاي؟ تعالوا نشوف في إنجيله قداس كده السيد المسيح بيقول لنا إيه؟ إنجيل متى إصحاح أربعة متى الإنجيله بيوصف رب المجد كان بيعمل إيه؟ كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشرة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فزع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين في شفاهم فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وإرشليم واليهودية ومن عبر الأردن وبعدين ده عمل المسيح اللي بيشفي المصروعين والمجنونين وكل نفس تعبانة تيجي عند المسيح يديها الراحة ويديها الشفا وبعدين لما رأى الجموع صعدة إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه فعلمهم قائلا وابتدى يقول العزة الزهبية اللي كلنا بنتعلم منها العزة على الجبل اللي أولها إيه طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات اللي ليهم ملكوت السموات اللي ليهم الحياة اللي في السماء هم مين المساكين بالروح الأباء شرحوا لنا حكاية المساكين بالروح دي بإن الإنسان المسكين بالروح هو الإنسان المتضع اللي شايف نفسه إنسان محتاج للمعونة والعمل بتاع ربنا عشان كده بولس الرسول لما تكلم عن رحاب وقال عنها رحاب الزانية ما كانش بيهنها ده كان بيوصفها بالصفة اللي هي شايفها في نفسها إنها زانية وبالرغم من كده ربنا نجاها وخلصها فتفضل طول عمرها شايفة المجد اللي ربنا ادهولها لما رفعها من المزبلة وبررها من حكم الموت اللي كان عليها المساكين بالروحهم من الناس المتواضعين طيب إحنا عندنا إيه عشان نتواضع به؟ ما عندناش حاجة لكن عندنا الثقة في ربنا اللي تخلينا نحط كل التتالنا عليه فنتخلص من الكبرياءنا إحنا ما عندناش حاجة نرتفع بيها لكن نبقى عارفين كده في نفسنا إن إحنا نجرى ربنا ولا حاجة القديس وحنا فم الزهب يقول لنا كده وهو بيشرح لنا المساكين بالروح يقول لنا كده كما أن الكبرياء هو ينبع كل الشرور زي ما الكبرياء هو ينبع كل الشرور هكذا التواضع هو أساس كل ضبط للنفس كل الجهاد يعمله الإنسان عشان يضبط نفسه لو ما كانش الإنسان متواضع يبقى ملوش عازم ملوش قيمة كل ضبط للنفس حقيقي أساسه التواضع مهما ما بالغ الإنسان في ممارسات روحية ظهرها روحي لو هي بدون اتضاع ملوش عازم بالعكس ده يتعبر في الآخر عن حبه لذاته وحبه الكبرياء بعيد عن ربنا عشان كده سليمان الحكيم في سفر الأمثال يقول لنا كده قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح في مزمور باكر في قراءات النهاردة نسمع كده اذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب ونظر لإله عقوب كهنتك يلبسون العدل وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك اذكر يا رب داود وكل دعته كل مزلته كل دعته يعني كل حاجة قليلة فيه كل حاجة بيشوف نفسه فيها أنها بلا قيمة كل حاجة بيشوف نفسه فيها أنه هو إنسان محتاج مش بيقول أنا غني وقد استغنيت يشوف نفسه دايما محتاج للعادل للبر بتاع ربنا محتاج لأنه هو يبتهج بخلاص ربنا يفرح بالحياة الأبدية عشان كده وصف الزانية ما بقيش عار لرحاب دا هي بتقول أنا كنت زانية ودلوقتي تبررت ببر المسيح دلوقتي تقدست وبقيت عروسة للمسيح هنلاقي نفس الفكر دا في إنجيل الأداس إنجيل الأداس رب المجد بيكمل بعد التطويبات يقول لنا كده أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة موضوعة على الجبل ولا يقضون سراجا ويضعونها تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضيء نوركم هكذا كدام الناس لكي يرؤ أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات مهما كان الإنسان شايف نفسه في الخطيئة بمعونة ربنا ونعمة ربنا يقدر يقوم يقدر يتقوى يقدر يتشدد واللي كان كله ظلمة دا يبقى نور للعالم منين نور للعالم بنور المسيح اللي كان شايف نفسه أنه هو كله ظلمة وكله خطيئة يظهر فيه بر المسيح يظهر فيه عمل المسيح فيتحول هذا الإنسان لكارز مش بذاته ولا بنافسه ولا بقوته لكن بعمل الله اللي بيقدمه من خلاله يتمجد فينا كلنا اسم ربنا لما نبقى بنتاجر بالوزنة ونربح زي القديس مكاريوس اسكوف اتكو لما نحافظ على إيماننا ونحط كل رجائنا في إلهنا اللي يرفعنا ويسندنا ويبررنا يطهرنا ويقدسنا ويحفظنا في اسمه علشان يدينا إكليل الحياة الدائمة اللي نفرح فيه نفرح بيه مع كل أولاده وكل قديسيه له المجد في كنيسته من الآن وإلى الآبات أمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة